يوم الحد اللي جاي بداية العام الجديد كل سنة وحضراتكو طيبين وداعا لأي حد يوقف بعربية على مطلع كبري أو منزل كبري تاني بقول من يوم الحد الجاي الداخلية عملت منظومة جديدة هتشتغل من يوم الحد دايما في مطالع الكبار تلاقي ميكروباس واقف أو حتى اتوبيس واقف أو مش عارف في عربية حد لا من يوم الحد أنا بقول لحضرتك ما توقفش من يوم الحد هناك مخالفات مرورية سيتم تطبيقها من يوم الأحد القادم منظومة مرورية إلكترونية ستتابع جميع الكباري مطالع منازل اتوبيسات نقل غير نقل ميكروباس غيره هيرقبوك ومخالفة فورية حضرتك هتلاقي كده جالك رسالة الباشا اللي عنده عربية ميكروباس أو مينيباس أو غيره جالك على التليفون بتاعك مخالفة مقدرها كذا كذا الف ادنية ولا الف وخمسمية ولا تلتمية ولا ربعمية اللي هيبها متحدد هيجيلك على التليفون ما تقفش انا بقول لحضرك ما تقفش تاني عندك اماكن مخصصة مسموح لك انك تقف فيها انما اللي مش مسموح لمطلع ولا منزل كبري ويمكن يكون معانا فيديو جاهز او انسرتات جاهزة نشوفها مع حضراتكو عشان نقدر نتبحق معاكم في هذه المنظومة يتم تطبيقها من يوم الاحد القادم ليه آم الداخلية خلاص الداخلية لقيت انه فيه عملية خاصة بالمرور وعرب حالة مرور اختناقات مرورية في هذه المناطق وبالتالي انه فيه ناس للأسف الشديد لا يراعوا الضابط المروري فالداخلية عملت منظومة الالكترونية ستتابع جميع المطالع والمنازل الخاصة بالكباري كل الكباري اكتوبر مايو المحور الدائري كل الدنيا كل عندنا اسماء كتيرة كل الكباري الخاصة في اي مكان متابعة من رجال المرور منظومة الالكترونية مرتبطة بعضها البعض عليها كاميرات حضرتك لو فيه ميكروباس وقف هيتاخد مخالفة وهذه المخالفات مفهاش انه معرفش لا انا بقولك مبادرة عشان تبقى عارف بس اجاز الفيديو عشان اسماء ارير لحضراتكم متابعة القاهرة بالكامل مراقبة الكترونيا مروريا منظومة متكملة شايفة كل حاجة عشان حضرتك ما تقفش في مكان مخالف ما تقفش على مطلع مطلع كبري ما تقفش على منزل كبري ودايما تلاقي وانت بتلف كده حد واقف ليه تعمل على فكرة ممكن تعمل مصيبة في حوادث بتحصل بسبب كده لانه ده مش مكان حد يقف فيه وانت بتلاقيه برا حد بيقف على مطلع على منزل كبري ده من محرمات مطلع كبري او منزل كبري محرم طب احنا كده احنا كمان يبقى محرم انك تقف مطلع او منزل كبري لانه ده مكان مرور كبري لازم قماشي منفعش كبري اخصص موقف وتلاقي موقف من يومين كده من ميدال لبنان شرع لبنان وبعدين باخد ميدال عشان اطلع المحور فالمحور تلاقي ميكروبوسات وقفة واخدام من اول والاخر ووقفين بتعمل ايه وعملين موقف هناك بتعمل ايه